السياسة الدولية في العالم القديم أو العالم الحديث انبارح أو النهاردة أو حتى بكرة عبارة عن صراع إرادات صراع لكن صراع محكوم بالمصالح في حلبة الصراع بتظهر الأدوات أدوات كل طرف بيحصل تحالفات وبيحصل مؤامرات التاريخ بيشهد على ده وبيبقى الهدف في النهاية ان كل طرف تعلو إرادته ويحقق مصلحته الدول كما البشر لأنها في الأصل منتج إنساني ليها ثوابت ومبادئ ونسق حاكم بيخلق شخصيتها وعلى قدر تأثيرها بتحصل على نصبها من الصراع الفهم ده جعل مفهوم القوة من المفاهيم الأساسية في علم السياسة الدولية ولكن للقوة مفاهيم كثيرة إزاي؟ خلونا نكمل بعد الفصل بنتكلم عن القوة القوة زي ما عرفها البروفيسور روبرت دال وده منظر استراتيجي وعضو الجمعية الأمريكية للفلسفة بيقول إنها القدرة على حمل الآخرين على القيام بما لم يرغبوا في فعله العالم والفيلسوف كارل فردش لخص مفهوم القوة من وجهة نظره في تعريف تاني وقال إن القوة هي إنشاء علاقة تبعية بين طرفين بيستطيع من خلاله الطرف الأول أن يجعل الطرف الثاني يفعل ما يريد مع تطور النظام الدولي والإن مفهوم القوة بقى عنصر بالغ التأثير في رسم محددات أي نظام دولي كان من الطبيعي إن مفهوم القوة نفسه يتغير ويتطور نظريات القوة ظهرت في القرن اللي فات أصبح للقوة أبعاد سلاسية بتتمثل فيه القوة الصلبة والقوة النعمة والقوة الزكية ودول هنتكلم عنهم بالتفصيل في الحلقات اللي جاية لأن وقت حلقاتنا خلص والكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو تسين تسين ترجمة نانسي قنقر